نظمت وزارة الداخلية بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية والتي استضافها وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفستات وذلك بعد قيام الوزارة بتطويره بتوجيهات من رئيس الجمهورية لاستضافة كافة البطولات الخاصة بالفروسية محليا ودوليا ولدعم تلك الرياضة لكل المصريين يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتبيزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم الرياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في ودي الفروسية الموضوع بقى فارق معنا قوي لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي احنا محتاجينها هذا المكان يصلح أن يتعامل فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جداً على مدار سلاسة أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان الذي وصل عددهم إلى 224 فارساً لمصابقة قفز الموانع و14 فارساً لمصابقة الترويد و41 فارساً لمصابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارساً في البطولة المفتوحة تخلل فقارات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع سعيد جداً جداً بمستوى التجهيزات الموجودة في المكان سواء مدرجات الجامعة التي تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات التي تحصل فيها أنا مبسوط جداً أن أنا معكم النهاردة وسعيد بيط وسعيد طرم الدياس تم إعداد استبلات ذات سعة كبيرة لإواء الخيول المشاركة وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس ومطاعم فضاً عن سيارات قهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية وسيارات إسعاب بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية نحن هنا عندنا في المستشفى البيطري كافة الأجهزة من سونار، إكسري، رانين، شوفويل بتأهلنا اللي احنا ندخل في أي حالات طرقة شهدت ملاعب وادي الفروسية الممهدة وفقاً لأعلى المقاييس الدولية في رياضة الفروسية تنافساً بين الفرسان المشاركة لاعتلاء منصة التتويج في رياضات قفز الموانع والترويد والتقاط الأوتاد موسيقى ده تريباً فتاح الأرض لتتكلم بالأرض هايلة، تجهيز هايل الأرض مغفرالي لاستبدلت بي كلها مغفرالي استقاف الحصان، مغفرالي استقاف الخطوة إن أنا عارف أتحارف فوق الحصان مكان هايل، كمانجمنت، كإنشاءات، كنظافة ومشاء الله حاجة يعني يتشرف إنها تكون موجودة في مصر وقد عكس آداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحة على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفرسية الشاكل بصراحة حلو جداً والأراضي مضيفة جداً 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 والنادي نفسه بصراحة حلو فالأرض يعني من كتر مياه مضيفة وحلوة تحسلك اللي هو إجري الحكام جهزة لهم مبنى يؤفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحد أفضل حاجة لنا ببقى محتاجة اللي هي رؤية جيدة للمكان شايف جميع الاتجاهات بتاع الفرس من أول دخوله من أول خانة التسخيم لغاية خانة المباراة نفسها وقد أشهد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفرسية لاستقبال كافة منافسات الفرسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب وسطبلات مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفرسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به جهد فضيع من وزارة الداخلية ومن الزباط هنا ومنظمين كويس كل إمكانيات موجودة أي حاجة بنطلبها بنلاقيها بطولة منظمة جدا حتى الناس استقابلتنا حلوة جدا والزباط اللي هما البنات وضعوا علينا واردها حاجات فلا أوفير أول يعني المكان بجد طح في أكتب يعني ما شاء الله استابلات كويسة حاجة ناكت مستراحة في بوكسو كل حاجة موجودة الوكر موجودة اللي يتماشى في الخيل دي أهم حاجة في حسين الخيل بعد ما بتخلص موجودة الوكر موجودة اللي يتماشى فيها أرض التسخينة قريبة من الأرض البطولة مستابلو قريب برضو من الأرض مكان واسع وفيه قتال حلو وفيه مطعم حلو جدا مكان بصراحة فيه كل فاسيليتيز اللي تؤهلوا أنه يبقى مكان دولي الملعب مزودة بأحدث وسائل الإضاءة والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال رياضة الفروسية فيه مدربين على الأعلى مستوى بيدربونا وما بيبخلوش علينا بأي معلومة وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية حاجة تشرف الواحد بيبقى سعيد هو بيجي هنا بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا تطورات طبعا كل الناس شايفينها ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي فعاليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد تتسم الخيول العربية بخفتها وجمالها ورشاقتها وسرعتها ومصر لها باع طويل في تربية هذا النوع من الخيول واد الفروسية الذي طورته وزارة الداخلية مؤخرا يسهم بشكل فعال في الارتقاء برياضة الفروسية في مصر وتدعم الرياضة المصرية في هذا المجال لاستضافة العديد من البطولات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية من وادي الفروسية عبداللبركات التلفزيون المصري